السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد إذن اليوم سنشغل على الدرس الخامس عشر درس المكعب ومتوازي المستطيلات الحجم إذن على بركة الله نبدأ بالنشاط الأول إذن لدينا أكتشف تنتمرين الأول ألف تم بناء حائط باستعمال أجور خاص بالبناء من نوع أربعون في عشرون في عشرون أعبر عن حجم الحائط باعتبار حجم الأجورة وحدة لقياس الحجم إذن لاحظوا لدينا هذا الحائط فهو بني بأجور من نوع أربعون سنتيمتر هنا في هذا الطول إذن فهو طول عندنا أربعون سنتيمتر وفي هذا العرض لدينا عشرون سنتيمتر ثم في هذا الارتفاع لدينا أيضا عشرون سنتيمتر إذن هذا هو قياس أبعاد الأجورة الواحدة ثم نحن مطلوب منه أن نعبر عن حجم الحائط باعتبار حجم الأجورة وحدة لقياس الحجم إذن سنحسب أولا حجم الأجورة الواحدة إذن ما هو حجم هذه الأجورة؟ إذن سنضرب الأبعاد في بعضها إذن أربعون وهي الطول في العرض عشرون في الارتفاع عشرون كذلك إذن سنحسب أولا حجم الأجورة الواحدة إذن الحجم نرمز له بالرمز V إذن قلنا لدينا في العرض أو عفوا في الطول في الطول لدينا أربعون في العرض عشرون في الارتفاع عشرون كذلك إذن تساوي كم؟ إذن أربعة في اثنان تمانية في اثنان تساوي ستة عشر ثم نضيف كم من صفر نضيف ثلاثة أصفار هكذا إذن حجم الأجورة الواحدة فهو كم؟ فهو ستة عشر ألف سنتيمتر مكعب إذن الحجم نحسبه بالمكعب إذن هذا حجم أجورة واحدة نحن سنحسب حجم الحائط كاملا إذن هذا الحائط كم يتكون من أجورة؟ إذن لاحظوا معي هنا في هاتطول نحن واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة ثم العرض دياله واحد اثنان تلاتة أربعة إذن خمسة في أربعة عشرون والحائط يتكون من طبقتين عند هاتطبقة إذا 20 في 20 لعنا في هاتطابقة الأخرى هي أربعون إذن الحائط يتكون من أربعون أجورة إذن سنضرب حجم أجورة واحدة في أربعون أجورة وسنحصل على حجم الحائط إذن V تساوي حجم أجورة واحدة 16 ألف مضروبة في أربعون أو عفوا نعم في أربعون لهو عدد الأجورات إذن سنضرب 16 في أربعة ونضيف أربعة أصفار إذن 16 في أربعة تساوي كم تساوي أربعة و60 وسنضيف أربعة أصفار إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن عدد الأجور هو كم هو أو عفوا نحجم الحائط هو 640 ألف 640 ألف سنتيمتر مكعب إذن هذا هو حجم الحائط ثم باء إذن باء لدينا أقارن حجمي كل من المكعب ومتوازي المستطيلات باستخدام المكعب كوحدة لقياس الحجم ثم أعبر عن حجم كل منهما بالسنتيمتر مكعب إذن عندنا هذا المكعب وعندنا هذا متوازي المستطيلات إذن سنقارن حجمي كل أو سنقارن حجم المكعب مع حجم متوازي المستطيلات وقبل المقارنة سنحسب حجم كل مجسم من هذين المجسمين إذن عندنا وحدة القياس هي هذا المكعب هذا مكعب واحد يساوي واحد إذن سنحسب كم لدينا من إذن سنحسبها الطبقة هذه عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة في أربعة هنا إذن أربعة في أربعة كم ستة عشر وعندنا كم من طبق وعندنا واحد اثنان ثلاثة أربع طبقات أربع طبقات إذن ستة عشر في أربعة ستة عشر في أربعة تساوي أربعة وستون إذن عندنا ستة عشر مكعبا في كل طبقة وعندنا أربع طبقات إذن 16 في 4 تساوي 64 U حيث قالوا لنا نحسبه غير بالوحدة U ثم حجم متوازي المستطيلات إذن سنحسب الحجم إذن نحسبه أولا هالطبقة الأولى شهال عنا فيها من مكعب عنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ونعنا 3 إذن 9 في 3 27 إذن فالطبقة 27 إذن هذه الطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية الطبقة الثالثة الطبقة الرابعة إذن عنا 4 ديال طبقات يعني 27 في 4 إذن 27 مضروبة في 4 شهال غير تطننا هتطننا 108 إذن 27 في 4 تساوي كم؟ قلنا 108 U إذن حجم المكعب قلنا 64 U وحجم متوازي المستطيلات 108 U إذن الآن سنقارن بين الحجمين إذن لاحظوا الحجم الأكبر هو حجم متوازي المستطيلات لماذا 108 أكبر من 64 وبالتالي سنقل حجم متوازي المستطيلات كيف هو؟ أكبر أكبر من حجم المكعب ثم بعد ذلك عنا أعبر عن كل منهما بالسنتيمتر مكعب إذن غنعبرو عليهم بالسنتيمتر مكعب إذن باش نعبرو بالسنتيمتر مكعب ممكن نعود الحساب غنضربو الطول في العرض في الارتفاع إذن مثلا حجم متوازي المستطيلات غنضربو أهد 9 في 4 تسوي 36 مضروبة في 3 36 مضروبة في 3 غنضربونا 108 سنتيمتر مكعب إذن 108 سنتيمتر مكعب ثم أيضا سنعبر عن حجم المكعب بالسنتيمتر مكعب إذن حجم المكعب أيضا سنضرب هذا الحرف في هذا الحرف في هذا الحرف إذن 4 في 4 16 في 4 64 إذن أيضا 64 سنتيمتر مكعب هو حجم المكعب إذن ننتقل لسؤال جيم إذن لدينا أقارن عدد المكعبات U والجداءات إذن الجداءات لدينا V1 اللي هو حجم المكعب يساوي C في C في C C يعني أو عفوا 3 سنتيمتر إذن V1 قلنا تساوي كم ستساوي لنا الحرف في الحرف في الحرف يعني 4 في 4 في 4 4 في 4 16 في 4 تساوي 64 سنتيمتر مكعب ثم V2 اللي هو حجم متوازن مستطلة 9 في 4 في 3 يعني العرض الطول في العرض في الارتفاع 9 في 4 في 3 9 في 4 36 في 3 تساوي 108 سنتيمتر مكعب إذن لاحظوا حصلنا على نفس النتائج السابقة إذن مقارنة عدد المكعبات كنا حصلنا هنا على 64 مكعبا وهنا كنا حصلنا على 108 مكعبا واحتمنا حسبناها بتطبيق القاعدة وبالجداءات فحصلنا على نفس النتيجة ومنهم في الاستنتاج سنقول عدد المكعبات إذن عدد المكعبات في المكعب في متوازن المستطلات فهو يساوي الجداء إذن عدد المكعبات يساوي الجداء إذن هذا هو الاستنتاج أو نتيجة المقارنة نمر الآن للتمرين الثاني إذن لدينا باستعمال المكعب U كوحدة قياس إذن هو هذا المكعب U اللي هو نعتبره وحدة قياس هو هذا أحسب حجم كل من المجسمات A و B و C و D ثم أرتبها من الأكبر إلى الأصخر إذن سنحسب حجم هد المجسمات إذن سنبدأ بالمجسم A إذن لاحظوا المجسم A عندي واحد طبقة التحت فيها هنا يفهد هذا طول هذا عندي أربعة و في هذا العرض عندي ثلاثة وهنا رأيكين مكعبات أخرى لا تظهر مكعبات أخرى لا تظهر بمعنى أربعة في ثلاثة أربعة في ثلاثة إثنى عشر زائد هنا إثنان في ثلاث إثنان في ثلاثة ستة إذن ستة زائد إثنى عشر تساويكم كم تساوي ثمانية عشر إذن حجم المجسم هو ثمانية عشر U ثم المجسم B إذن المجسم B سنحسبه هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر إذن المجسم B يساوي ثلاثة عشر U ثم المجسم C إذن المجسم C حتى ونحسبه هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة خمسة ستة عشر إذن يساوي C يساوي ستة عشر U أو ستة عشر مكعبا ثم المجسم D إذن لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر وعندنا هالطبقة أخرى حتي فيها عشر إذن عشر زائد عشر تساوي عشرون U إذن نطلب أن نرتبها من الأكبر إلى الأصغر إذن ما هو أكبر حجم إذن عدنا عشرون ستة عشر ثلاثة عشر تمانية عشر إذن أكبر حجم هو عشرون إذن المجسم D هو الأكبر إذن D عشرون U أكبر من A تمانية عشر A فيها تمانية عشر إذن D أكبر من A اللي هي فيها تمانية عشر U أكبر من C ستة عشر إذن C ستة عشر U أكبر من B إذن B اللي فيها فقط ثلاثة عشر U إذن هكذا سنرتب هذه المجسمات ننتقل الآن للتمرين الثالث إذن لدينا ألف أرتب هذه المجسمات حسب حجمها من الأكبر إلى الأصغر إذن لدينا أربع مجسمات A C B و D إذن سنرتبها من الأكبر إلى الأصغر حسب حجمها إذن نظريا وظاهريا يتضح أن أكبر أو المجسم الأكبر من بين هذه المجسمات هو هذا المجسم B حيث عنده هنا 2 هنا 2 وهنا 1 2 في 2 4 في 1 تسوي 4 إن هذا إذن B هو المجسم الأكبر إذن B أكبر من إذن المرة سيكون A أعندنا هنا في هذا طول 1 أو عفوا 3 وهنا 1 وهنا 1 إذن 3 في 1 في 1 تسوي 3 3 سنتيمتر مكعب إذن A ثم بعده سيكون عندنا D 2 في 1 في 1 تسوي 2 سنتيمتر مكعب إذن D وبعد D C 1 في 1 في 1 تسوي 1 سنتيمتر مكعب إذن هكذا سنرتب هذه المجسمات من الأكبر إلى الأصغر ثم السؤال ب لدينا أحسب مساحة القاعدة لكل مجسم سنحسب فقط مساحة القاعدة لكل مجسم من هذه المجسمات إذن أولا نحدد القاعدة إذن مثلا ممكن هنا نبدأ بالمجسم ممكن نعتبر القاعدة هي التي تسوي 1 سنتيمتر أو ممكن نعتبر هذه القاعدة التي تسوي 3 سنتيمتر إذن نأخذ هذه هي القاعدة 3 سنتيمتر سنحسب مساحتها إذن سنضرب 3 فهذا الارتفاع 1 فهذا الارتفاع 1 إذن 3 في 1 ومساحة القاعدة مساحة القاعدة نحسب لها القاعدة نرمز لها بالرمز B لا باز إذن B تساوي حلقنا تساوي الطول في العرض ساوي أو العرض نعم طول في العرض طول عندنا قلنا هنا هو 3 نعتبر هذا هو الطول والعرض هو 1 يعني اعتبرنا القاعدة هي 1 إذن 3 في 1 3 في 1 تساوي 3 سنتيمتر مربع هنا قلنا مربع ترك نحسب هنا المساح ثم المجسم السي إذن هنا الأبعاد كلها واحد إذن نعتبر هذه القاعدة وهذا أو عفوا هذا نعتبر هذا الطول وهذا العرض أو هنا القاعدة هنا عبارة عن مربع سنعتبر الضلع في الضلع المساحة الضلع في الضلع إذن هنا في السي سنقول المساحة سنحسب ها بالضلع في الضلع السي في السي تساوي ماذا؟ قلنا تساوي 1 1 في 1 حيث الأضلع ركتكون المربع متساوية هنا 1 في 1 تساوي 1 سنتيمتر مربع ثم ببي إذن ببي إذن ببي لدينا مساحة القاعدة سنضرب الطول في العرض إذن 2 في 2 إذن مساحة القاعدة قلنا تساوي الطول في العرض تساوي 2 في 2 تساوي كم 4 سنتيمتر مربع ثم أخيرا دي إذن دي عندنا هنا مساحة القاعدة أيضا الطول في العرض إذن الطول عندنا هو 2 سنتيمتر في العرض وهو 1 سنتيمتر إذن مساحة القاعدة دي المجسم دي قلنا طول في العرض اللي قلنا تساوي 2 في 1 إذن 2 في 1 تساوي 2 سنتيمتر مربع إذن هكذا سنحسب مساحة قاعدة كل مجسم من هذه المجسم الأربعة ثم ثم جيم إذن جيم لدينا أحسب جداء مساحة القاعدة ب لحسب ندابة والارتفاع إذن سنحسب لكل شكل إذن حساب جداء مساحة القاعدة ب والارتفاع ع إذن نبدأ بالشكل أو المجسام A إذن في المجسام A كنا حصلنا على مساحة القاعدة كم مساحة القاعدة اللي كنا حصلنا عليها 3 في 1 3 سنتيمتر غنضربو هذا بفهد الارتفاع نعتبرو هذا هو الارتفاع 1 في 1 إذن مساحة القاعدة مضربة في الارتفاع تساوي كم تساوي 3 سنتيمتر مربع مضربة في 1 اللي هو الارتفاع تساوي كم تساوي 3 سنتيمتر مكعب إذن إذن إحنا كنحسبوه هنا الحجم ثم المجسام بي إذن 2 في 2 كانت تعطتنا 4 سنتيمتر مربع نضربو هذا بفهد إذن بي في أش تساوي 4 مضربة في 1 تساوي 4 سنتيمتر مكعب ثم السي إذن السي كننظرنا 1 في 1 تساوي 1 دبعا نضربوها فهد الارتفاع أش إذن بي تساوي بي في أش تساوي 1 في 1 تساوي 1 سنتيمتر مكعب ثم أخيرا دي إذن دي دي إتنان إتنان في واحد دبعا نضربوها في الارتفاع إذن سنضربوها في الارتفاع واحد سنتيمتر إذن بي في أش قلنا تساوي 2 مضربة في واحد تساوي 2 سنتيمتر مكعب إذن هكذا نحسبو حجم أو مساحة القاعدة في الارتفاع لهذه المجسمات الأربعة ثم السؤال دال إذن ماذا أستنتج أتحقق أن الحجم هو V تساوي مساحة القاعدة في الارتفاع إذن شنو نستنتج من هذا نستنتج أن الحجم يساوي جد القاعدة في الارتفاع إذن دال أستنتج أن الحجم يساوي جد القاعدة والارتفاع وحتى نحسبو الحجم مثلا واحد في واحد في واحد تساوي ثلاثة هي اللي كالقوا هنا أيضا المجسم ببي نحسبو اثنان في اثنان في واحد وتعطلنا أربعة هي اللي كالقوا هنا إذن الحجم يساوي جد القاعدة والارتفاع أو جد القاعدة في الارتفاع نمر نمر الآن ما مجسم من المجسم مجسم أهل إذن هنا بكل بساطة نحسبو الحجم دياله حيث أصلا أعطونا الأبعاد الطول والعرض والارتفاع إذن سنحسبو الحجم دياله والحجم دياله يساوي عدد المكعبات التي سنحتاجها ل التي يمكن ترتيبها داخل كل مجسم إذن سنبدأ بالشكل أ أو المجسم أ إذن في المجسم أ سنحسبو حجمه إذن حجم المجسم أ إذن غنديره عندنا هذا متوازي مستطيلات غنديره الطول في العرض في الارتفاع إذن الطول في العرض في الارتفاع يساوي ماذا إذن الطول عندنا 35 سنتيم مضرب في العرض 20 سنتيم مضرب ها في هذا الارتفاع 15 سنتيم إذن 35 في 2 ستعطينا 70 ولازلنا 0 700 700 اللي ضربناها 15 ستعطينا 10500 سنتيم مكعب إذن سنحتاج ل10500 مكعب من فئة 1 سنتيم مكعب ثم المجسم بي إذن المجسم بي عبارة عن مكعب إذن المكعب كيف نحسب الحجم ونضرب الحرف في الحرف في الحرف بمعنى هنا سنضرب الحرف 20 إذن 20 في 20 في 20 تسوي كم؟ إذن 2 في 24 في 28 ونضيف 3 الأصفار إذن 8000 سنتيم مكعب ثم المجسم الصي حتى هو عبارة عن متوازي مستطيلات إذن متوازي مستطيلات قلنا الحجم ديال وكن ضرب الطول في العرض في الارتفاع بمعنى هنا سنضير 40 في 30 في 10 40 في 30 في 10 إذن 4 في 3 12 إذن 12 ونزيد 3 أصفار إذن 12000 سنتيم مكعب إذن سنحتاج لكي نملؤ هذا المجسم 12000 مكعب من فئة 1 سنتيم مكعب إذن هذا ما يتعلق بالتمرين الرابع والأخير شكرا لكم نلتقي في الفيديو المقبل لتتمت باقي تمارين هذا الدرس